في كل خطوة ننبيها في هذه الحياة نواجه مواقف تكشف لنا حقيقة أنفسنا وتعلمنا كم تحتاج قلوبنا إلى القرب من الله تعالى ذلك الرجل قد لا يعرفه أحد ولا يحمل منصباً أو جاهاً ولكن كان في قلبه نور قلب لا يزال يبحث عن رضا الله حتى لو نسيه الناس جميعاً يا رب إن ضاقت بنا الدنيا فبرحمتك تتسع المحتوى الديني من أكتر المحتويات اللي بنطلب مني أن أتكلم عنها قبل كده كنت شرحت إزاي إن إحنا ممكن نعمل قصص دينية بالذكاء الاصطناعي والفيديو خد تفاعل كبير جداً الأول عشان نعمل فيديوهات 2D Animation أو 3D كنا بنبقى محتاجين برامج معقدة جداً وغالية ومحرجين إحنا ناخد كورسات كتيرة جداً لكن مع ظهور الذكاء الاصطناعي أصبح الموضوع سهل جداً كل عكاية أن أنت تفهم الأدوات وتوظفها صح هتقدر تعمل أي فيديو أنت عايزة وأنا في الفيديو ده هعلمك بعض الخطوات اللي ممكن نعمل بها فيديو ديني سواء هنحول صور لمشاهد متحركة أو هنحول شخصية من شخصية ثابتة لشخصية متكلمة وكل ده باستخدام الذكاء الاصطناعي والمونتاج فلو أنت مهتم دوس لايك عشان الفيديو وصل لأكبر قدر منكم من الناس ولو دي أول مرة اللي يقصوا القناة فأهلاً بيكم في قناة محمود خدح هعلمك إزاي تستفيد من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية والمدفوعة في إن شاء المحتوى والربح منه ويلا بينا نبدأ الفيديو عندي هنا قصة بسيطة دينية عاوز أن أنا أحولها لفيديو قدرت أن أنا أكون الأحداث الكصة أو التعليق الصوتي وحولته لتعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي وحابب دلوقتي أن أنا أحول التعليق ده لفيديو وهنا هحتاج أن أنا أعمل مشاهد لأحداث الكصة عشان أحولها للصور ومن ثم أحولها لفيديوهات إزاي ممكن أعمل ده أول حاجة هنا باجي أطلب من الذكاء الاصطناعي أنه هو يكتب لي برومت لعمل شخصيات لأحداث الكصة أو يعمل لي مشاهد طلبت هنا تنين برومت الأول وهو كتابة برومت لشخصية الراوي والثاني وهو عمل برومت لمشاهد أحداث الكصة لشخصية أخرى ثابتة وفعلا لما طلبت بالذكاء الاصطناعي ده كتب لي شخصية الراوي قدر بعد كده أخذ البرومت بتاعي أحولها لصورة وكذلك الأمر عمل شخصية الكصة اللي هو الشخص اللي يظهر معنا في القصة. بالاضافة انه بدأ يعمل للمشاهد كاملة بالشكل ده. كل مشهد هيبدأ ان هو يعملهولي بالشكل ده. ازاي ممكن اعمل ده? وازاي اقدر اعمل فيديو زي اللي شفناه في الاول. اول حاجة اقدر بكل بساطة اجي هنا اجمع الاساسيات بتاعتي. واروح هنا اخد الكلام ده كوبي. واتوجه لموقع بحب دايما نستخدمه لانه بيجمع لنا ادوات كتير. هو موقع ايز ميت. الموقع ده هتسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو. بيبقى فيه ادوات كتيرة جدا فيه منها المجاني وفيه ادوات نقدر نستفيد من النسخة المجانية اللي الموقع بيديه لنا او ممكن نشترك في الموقع ونستخدمه بشكل اعمق. النسخة المجانية هنا في الشات هي الشات بوت لو دخلنا على الاي اي تشات. فهنا تقدر تستخدم الجي بي تي الجيميناي الكيمي اي حاجة. باجي هنا بضيف هنا التفاصيل الاساسية بتاعتي. وبعدين بضغط على ارسال علشان يبدأ يكون لي الحاجات اللي انا طلبتها منه. هنا مثلا كتاب لي ايه برومت ليه الشخصية الروي وبرومت ليه الشخصية الاساسية معنا في القصة. وهجي دلوقتي برضو هطلب من ان هو يحول لي القصة بتاعتي لمشاهد. بالفعل هنا ضفت له قلطول انا عايزك تعمل لي مشاهد للقصة وضفت له هنا تفاصيل القصة. وهضغط على ارسال تعا نشوف هيعملها لنا ازاي. بالفعل هنا بدأ ان هو يعمل لي مشاهد القصة بداية القصة واللحظات الحارجة والدعاء والفرج وعمل لي هنا لكل مشهد بالطريقة دي. اقدر بقى ان انا اخد ديت وحولها لصور باستخدام برضو موقع تعالى كده نعمل مثال. هنا شخصية الروي دي بتاعها انا مسلا عايز احولها لصورة. فهجي هنا احدد بتاعي هاخدوك لكي مين كوبي. وهرجع تاني لموقع هدخل على الصفحة الرئيسية. وهنا عندي ادوات انشاء الصور. لو دخلت على الاي اي 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 امي جينوريتور. هلحظ ان فيه هنا عندي ادوات كتير اقدر عملي بها صور. في الجي بي تي فور النانو بنانا النانو بنانا برو. وده طبعا حديث. وعندنا الفلوكس وفيه الميت جرني كمان لو احنا عايز نستخدم الميت جرني. الحقيقة ميت جرني بساعات ممكن يكون لطيف شوية في عمل الحاجات اللي شابه دي. بس طبعا انا انا محتاج احول النص الى صورة. فهضغط على وهنا هضيف بتاعي. واختار البودي بتاعي هنا هختاره ستاشر لتسعة. واضغط على هيبدأ دلوقتي يعمل لي تصميم بالشكل ده. اعمل لي هنا تصميم جامد قوي بالشكل ده. بس طبعا تصميم اللي قدامنا ده تصميم يعتبر تصميم حقيقي. اقدر احمل الصورة من هنا. ولو انا حابب ان انا اعدل على المسلا ان هو يكون تصميم مسلا او فلو جيت هنا مسلا ضفت وقلت فانا في الحالة ديت هقدر ان انا اعمله مختلف. وهو ونضغط على تعالي نشوف هيعمل هولنا ازاي. عمل هنا تصميم بالشكل ده هو ممكن يكون اكتر ولكن انا عجبني بصراحة. فانا هاجي هنا هعمله ده بالنسبة لشخصية القصة. ولكن احنا عندنا لسه شخصية تانية مهمة وهي شخصية الخاصة بالمشاهد القصة اللي احنا لازم بنعمله. ودي نقدر نعملها باستخدام النانو بانانا. لان النانو بانانا بيقدر يساعدنا في تثبيت الشخصيات. او ان احنا نعمل اكتر من مشهد لشخصية واحدة. فلو روحنا هنا على النانو بانانا برو وجينا هنا وضفنا شخصية الفيديو اللي هي شخصية القصة نفسها. هرجع هنا للبرومت بتاعي وهاجي هنا اخد للشخصية القصة وهرجع به لنانو بانانا هضيفه هنا بالشكل ده. وبعد ما اضيفه اختار البعد بتاعي باردو ستاشر لتسعة ونضغط على بالمناسبة كمان هنا هتقدر تختار لحد في الصورة دي طبعا رقم قوي جدا يخلي الجودة عالية جدا. بالضافة كمان نقدر نتحكم في الابعاد. هلغط على عشان يبدأ دلوقتي يعمل لي التصميم بالشكل ده. طبعا نقدر نعمل اكتر من التصميم وتختار في نهاية التصميم اللي انت عاوزه. اعمال لي هنا تصميم بالشكل ده. تصميم اعتقد ان هو مناسب جدا لاحداث القصة. اصبحت عندي هنا الشخصية الاساسية. زي ممكن نحافظ على ثبات الشخصية دي وتكون معايا في كل المشاهد. الموضوع بسيط جدا ان اول حاجة هحتفظ بالصورة دي. وبعد كده هرجع تاني لنانو بنانا برو او نانو بنانا العادي. بس هروح المرادة على الامج تو امج. وهنيجي هنا نضيف الصورة اللي احنا عملناها دلوقتي. هضيف الصورة اللي انا عملتها دلوقتي هنا. وهبدأ دلوقتي ان انا باستخدام الصورة الاساسية بتاعتي كريفيرانس او كمرجع اضيفي البروميتس الخاصة بالمشاهد. هنا ضيفت الصورة. وهروح هنا على البروميتس بتاعتي. هبدأ ان انا اجيب هنا المشاهد بتاعتي انا مش محتاج يكون فيه كلام مكتوب فهجيب بس الكلام اللي مكتوب بالانجليزي وهروح هنا تاني لنانو بنانا هضيف هنا التفاصيل بتاعتي بالشكل ده اغطر البعد واضغط على وفروض دلوقتي ان هو يبدأ يعمل لي صورة تانية لنفس الشخصية ولكن ممكن تختلف في الوضع بتاع الشخصية او بتعمل ايه هنبدأ ننفذ الطريقة على كل اه عشان نقدر نعمل صور متعددة نقدر نحاولها لفيديوهات بالفعل هنا قدرت اعمل اكتر من صورة للمشاهد بتاعتنا بشكل مختلف يعني زي الشخص يكون زعلان حزين هنا بيخيط هنا قاعد بيتأمل وقدرت كمان انا اعمل صورة للشخصية الراوي عملتها بشكل مختلف برضو باسلوب التو دي واستخدمت هنا في كل الصور ده على فكرة استخدمت نانو برو بصراح اعمل الصور بشكل كويس جدا دلوقتي انا عايز اعمل حاجتين اتنين عاوز ان انا اخلي الراوي بتاعي يقرأ الكلام اللي انا كاتبوب بتاع الكصة بس يبقى ظاهر مش مجرد حركة لا انا عايز يتكلم هو الكلام بنفسه وفي نفس الوقت الصور التانية عاوز ان انا اعمل لها حركة عشان تظهر معانا في المشاهد واثناء ما قره بيحكي او بيقول الحكاية او بتكلم الكلام اللي بيقوله فانا هتوجه هنا دلوقتي لموقع ايز ميت عشان نشوف ممكن نستخدمه ازاي في عمل الخطوات دي هارجع للصفحة رئيسية لموقع ايز ميت وانروح هنا على حاجة اسمها الاي اي فيديو هيزهر عندي حاجة اسمها هضغط عليها بالشكل ده هيحولني على الصفحة دي وهنا بقى بيجي اقولك ايه تقدر تضيف صورة وهنقدر نخليها تتكلم الكلام اللي انت عايزه عن طريق اضافة هنا الاوديو فانا طبعا مجاه الصوت لكلام اللي انا عايزه تقدر تعمل الصوت ده باستخدام اي موقع تحويل النص الى تعليق صوتي حاجة هنا هضيف صورة الشخصية بتاعتي هضيفها هنا هحملها عندي من الجهاز بتاعي وباجي هنا احمل الصوت الجاهز تعالى كده نضغط على choose file هختار الصوت الراوي اللي انا مجهزه واضغط على open انا مش هاخد الصوت كله اعمله انا اخدت اجزاء بسيطة جدا حوالي 13 ثانية بس عشان مستهلكش معي كريدت كتير لان كده كده هيظهر عندي مشاهد اخرى في الفيضة ضفت هنا الصوت على كده نسمعه في كل خطوة ننبيها في هذه الحياة نواجه مواقف تكشف لنا حقيقة انفقية وبعد كده هروح رايح بكل بساطة بعد ما اخترت الصورة هيطلب مني هنا اكتب الوصف بتاع الفيديو بتاعي فان هكتب هنا تفاصيل بسيطة كبرومت ان هو انا محتاج ان الشخص ده يتكلم الكلام اللي انا عايزه باسلوب فيه حكمة هكتب التفاصيل بالشكل ده هضيف هنا الكلام اللي انا جاهزته ان الشخص يتكلم بحكمة وهدوء كأنه نرويق بساطة هنا الجودة بتاعتي 480 او 720 هتفرق معك طبعا في الجودة بتاخد عدد اكتر من الكريدت وبعد كده اضغط على جينوريت هيبدأ دلوقتي الموقع ان هو يخلي الصورة بتاعتي تكلم الكلام اللي انا عايزه بالشكل هنا الموقع عملي الفيديو بالشكل ده بس عايزة اوضح حاجة انا ما عملتش الصوت اللي عنده كله لان الصوت اللي عنده كله دقيقة و11 ثانية انا اخدت جزء من الاول وجزء من الاخر فقط يعني هيبقى معايا بالشكل ده ده الجزء اللي هو في اول الفيديو خالص ودلوقتي هيبقى الجزء اللي في اخر الفيديو دعها تخرج من اعماقك فان الله لا يرد من دعاه ولا يترك عبدا رجاه خالص هقدر بقى في المونتاج ان انا احط الجزء الاول انا في الاول والجزء التاني في الاخر وفي النص هيبقى المشاهد بتاع الشخصية بتاعتي بس انا عجبني هنا ان هو الشخص بيتكلم بطريقة كويسة جدا وفيه حركة كمان هنا زي ما احنا شايفين وده طبعا بناء على البرومت اللي احنا كتبناه وحركة الايد بصراحة ممتازة جدا اقدر احمل الفيديو لو ضغطت على دون لود من هنا وهاجد دلوقتي على مرحلة كمان وهي مرحلة تحويل الصور بتاعت اللي انا عملتها التانية لما اشاهد عشان اكون الفيديو بتاعي هرجع تاني هنا اضغط على ايز ميت اي اي وارجع للصفحة الرئيسية منها اختار ال اي اي فيديو هضغط على اي اي فيديو جينوريتور هيحولني على الصفحة دي فيه عندي امش تو فيديو وتيكس تو فيديو بما ان احنا معنا الصور هنحاولها الفيديو فهنضغط على image to video لو ضغطت هنا على العلامة دي هيجيب لك كل الموديل المتاحة فيه runway, view 3 fast, view 3 one, sea dance, killing, one two, mid journey, halo 2, halo 3 كل الhealo موجود, pixieverse, الصورة 2 وكمان فيه هنا الجروك تم اضافته للموقع تعالى كده نجرب نستخدم الجروك في انشاء الفيديوهات هنضغط عليه بالشكل ده وهنجي هنا نحمل الصورة الاولى بتاعتنا هضغط عليها بالشكل ده هجيب اول مشهد معايا مثلا نفترض المشهد ده واضغط على open وهجي هنا هكتب تفاصيل الصورة عايز فيها ايه انا مثلا عايز ان الشخص يكون واقف بيبص للشباك فقدر ان انا جيب البرومت الاساسي بتاع الصورة او اكتب اي كلام انا عايزه هنا يكون مناسب للفيديو اللي انا عايز اعمله وطبعا عندي هنا هقدر ان انا اختار ابعاد بتاعت المتاحة 720 والمود ده ممكن تصل معايا 6 ثواني وضفة ان المود بتاعي عايزه fun ولا normal طبعا هختار normal مش fun وهنا طبعا لازم اكتب الكلام المطلوب هكتب الكلام المطلوب وبعد كده اضغط على generate انضفت هنا تفاصيل ان هو عايز zoom in على الشخص يكون واقف يتأمل امام الشباك وهضغط على generate هيبدأ دلوقتي الموقع ان هو هيحاول الصورة بتاعت الفيديو بالشكل ده عمل هنا الفيديو بالشكل ده تعالى كده نشوف الفيديو هنا عمل حركة للشخص وراح قعد قدام الشباك بالشكل ده وظهر عليه الحزن انا بصراحة مندهش جدا من الفيديو بصراحة جامل جدا زي ما انا عمل عايزه هضغط على download وهبدأ ان انا اضيف باقي المشاهد بتاعتي عشان احاولها الفيديوهات بالشكل ده بالفعل هنا قدرت اعمل شوية ده فيديوهات وبصراحة النتيجة جاملة جدا تعالى كده بس هنشوف كده مشاهد ده ومشاهد برضو للشخص هو قاعد حزين حركة جميلة جدا والفيديو بصراحة جميل جدا هو هنا بيرفع ايده بتاع ربنا شوية مشاهد جميلة جدا 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 وكمان في حاجة مهمة لو انت مسلا عجبتك لقطة وحابب مسلا تعمل الشخصية بتتكلم تقدر انت تاخد اللقطة وتخليها تتكلم بنفس الطريقة اللي احنا عملناها طبعا هحمل كل الفيديوهات ديت عن طريقة ضغط على علامة عشان بعد كده ننتقل المرحلة اللي بعد كده هو مرحلة المنتاج اللي هنجمع فيها المشاهد بتاعتنا ونطلع الفيديو نتيجة نهاية هستخدم في المنتاج برنامج بصراحة البرنامج ده بيقدر ان هو هيعمل الفيديوهات بشكل احترافي جدا هقدر اجمع الفيديوهات اللي انا عملتها والصوت واركبهم على بعض بشكل احترافي اول حاجة اعملها اروح هجيب الفيديوهات اللي انا عملتها هنا انا عملت الفيديوهات بتاعتي بالشكل ده دول عدد الفيديوهات سواء الفيديوهات اللي بتتكلم او الفيديوهات اللي فيها حركة فقط واجيب كمان الصوت الاساسي بتاعي اللي انا هستخدمه واسحبهم كلهم في بالشكل أصبح عندي هنا فيه صوت كامل هو الصوت ده أنا هنزله تحت كده ودي المشاهد بتاعتي هجيبها هنا طبعا هنا الصوت أكبر من المشاهد في الحالة دي تهطر لنا أعمل مشاهد أكتر وموضوع مش هيكون صعب أعطر لنا أعمل ده برضو باستخدام الموقع لنا باستخدوه هنا أنا ضفت كل المشاهد بتاعتي وجيت هنا قسمت المشهد بتاع الشخص الأولاني اللي هو هيتكلم مفروض أنه قلت فيه لقطة في الأول دي اللقطة الأولانية هاجي هنا أضغط كليك يمين وأعمل واحزف الصوت الخاص بيها وتعالك كده نشغل في كل خطوة ننبيها في هذه الحياة نواجه مواقف تكشف لنا حقيقة أنفسنا وبعد كده هاجي أجيب اللقطة التانية وهو سيبها في الآخر بنفس الطريقة هنا هعمل وأشيل الصوت الخاص بيها وهبدأ أن أنا أجمع بقى المشاهد ديت في مكانها الصحيح بس طبعا بعد ما أجيب هنا المشهد ده وأحط في الآخر في مكانه ده لأنه هو مفروض أنه هو هيبقى آخر حاجة في الفيديو بتاعنا تعالك كده نشغل دعها تخرج من أعماقك فإن الله لا يرد من دعاه ولا يترك عبدا رجاه خائبا تعال بقى نبدأ نزبة الأحداث اللي في النص بتاع الشخصية اللي بتاع الكصة بتاعي هنا المفروض أنه هو الشخص أول حاجة خالص أنه هو هيبقى في القوضة هروح عند الشباك بالشكل ده برضو أنا هنا مش محتاج الأصوات بتاعتها عشان لو هحط أنا موسيقى خاصة بي بخلاف هنا كان فيه فيديو زوان كده كان مفروض أنه هو يدع فيه ربنا الفيديو ده فهاجي هنا الفيديو ده هو الوحيد اللي هسيبه زي ما هو وهاجي بعد كده على باقي الفيديوهات هعمل وهشيل الأصوات بتاعتها بالشكل عارف الموضوع معقد لكن الناس اللي بتعمل منتاج فهم أكيد أنا بعمل وهاجي هنا همسح الأصوات دي برد هبدأ أرتب بقى ده المشهد الأول بتاعي وده مشهد تاني ده مشهد التالت الراجل قاعد وبعد كده راجل هيدع ربنا وبعد كده الراجل فجأة هيحصل حاجة هتغير حياته وهي أن الناس هتروح تدي له ملابس وتطلب منه أنه هو إخياتها والمفروض أنه هو بناء عليه طبعا هيبدأ أنه هو يستغل الشغلانة ديت عشان يقدر يستفيد منها ويربع رتبت هنا كل مشهد في مكانه الصحيح ولو في مشاهد احتاجتها قدرت أن أنا أعملها وأضيفها بحيث سيب أنا كل حاجة مزبوطة معايا بناء على المدة اللي أنا أضيفها بس أنا محتاج دلوقتي أضيف مسلا موسيقى حزينة خفيفة كده الخلفية بتخلي برضو الدراما بتاعت الفيديوهات حلوة ممكن أجيبها من أي مكان بس مهمة جدا هي ما نكونش على حول ملكي فممكن نجيبها مسلا من مكتبة ستوديوهات يوتيوب وننضفها هنا للفيديو عشان نعمل الفيديو بشكل أحسن هنا أنا جبت موسيقى من موسيقى الناي الحزينة ده هتكون أنسب موسيقى معي والموسيقى تعالى كده نسمع المقدمة بتاعتها أنا بس حتى على الأقل عايز المقدمة بتاعتها بس يعني مش هخلي الفيديو كله موسيقى على الأقل المقدمة بس فهاجي هنا هجيب الموسيقى بتاعتي في الأول كده وهتبدأ معايا كده في كل خطوة نمبيها في هذه الحياة نواجه مواقف تكشف لنا حقيقة أنفسنا وتعلم هاجي مثلا هنا بعد ما تبدأ معايا بالشكل ده هاجي مثلا هنا وهروح جاي متحكم في الصوت بتاعه زي باجي هنا على الصوت هنا بضغط عليه كده وبسحب ده كده شوية يعني بخلي الموسيقى أو الإعادية خالص بالشكل وأقدر كمان أن أنا أتحكم أن هي تكون في الأول عالية وبعد كده توطة لو رحت على الأفكتس وهاجي هنا على الصوت وباجي مثلا هنا على المكان اللي أنا عايز الصوت يبقى عالي فيه وليكن مثلا لحد هنا كده وبدي هنا العلامة دي تمام وهارجع تاني للأول وارفع شوية بحيث هتلاحظ هنا رفع معايا بالشكل ده فهيبدأ بالصوت عالي وبعد كده ينزل تحت قدر أتحكم فيه كمان يبقى بالشكل تعال كده نجرب في كل خطوة ننبيها في هذه الحياة نواجه مواقف تكشف لنا حقيقة أنفسنا وتعلمنا كم تحتاج قلوبنا إلى القرب هيبدأ ماشي معايا بنفس الشكل ده لحد النهاية باجي لحد النهاية واجيب المؤسس بتاعي واقصها هنا بالشكل ده وبشيل الجزء ده وممكن أروح هنا على او المؤثرات الصوتي وبختار هنا ومنها او ومنها هاختار مثلا وهسحبها هنا على الصوت في الآخر فهيبقى الصوت في نهاية يخلص بشكل هادئ جاهو خائبا بعد ما هزبط الفيديو بتاعه ووزبط كل حاجة بروح هنا بضغط على اكسبورت واعمل اخراج للفيديو بتاعه اكتب الاسم ووزبط الاعدادات واضغط على اكسبورت هيعمل لي اخراج للفيديو ويبقى معايا الفيديو بالشكل في كل خطوة ننبيها في هذه الحياة نواجه مواقف تكشف لنا حقيقة أنفسنا وتعلمنا كم تحتاج قلوبنا إلى القرب من الله تعالى ذلك الرجل قد لا يعرفه أحد ولا يحمل منصبا أو جاها ولكن كان في قلبه نور قلب لا يزال يبحث عن رضى الله حتى لو نسيه الناس جميعا يروي الناس عنه أنه مر يوما بضيق شديد أغلقت أمامه الأبواب وتأخر عنه الرزق واشتد عليه الهم ولكنه رفع يديه إلى السماء وقال كلمة واحدة يا رب إن ضاقت بنا الدنيا فبرحمتك تتسع وفي تلك اللحظة فتح الله له من أبواب فضله ما لم يكن يتوقعه فالموقف ليس عن الرجل نفسه بل عن اليقين عن قلب يعلم أن الله قريب قريب جدا وربما تكون أنت الآن في الطريق ذاته وربما تكون دعوته هي دعوة قلبك دعها تخرج من أعماقك فإن الله لا يرد من دعاه ولا يترك عبدا رجاه خائبا وكده ما أنا وصلت معاكم لنهاية الفيديو النهاردة أتمنى أنها تكون استفاتة من الفيديو لو عجبك الفيديو أو عجبك الموقع هتلاقي الرابط الموقع في أصف الفيديو تقدر دلوقتي أنت تتعلم الخطوات دي وتنفذها بطريقتك وتعمل الفيديوهات اللي أنت عاوزها وفي النهاية السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر